في إطار التطورات الأخيرة التي تتحدث عن اختراق كبير في الأزمة الخليجية وقرب إنجاز اتفاق ينهي سنوات من حصار قطر كاشف مصدر ديبلوماسي رفيع موعد إتمام المصالحة الخليجية وبحسب المصدر فإن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا خلال الشهر الجاري وأشار المصدر إلى أن نقطة الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية وأعلنت الكويت رسميا التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الخليجية التي امتدت أكثر من ثلاث سنوات وذلك بعد محاصرة الدول الأربعة للدوحة برا وجوا وبرغم قول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح إن السعودية هي ممثلة للإمارة والبحرين في هذه المباحثات إلا أن خبراء أوضحوا أن أبوظبي لن تكون مشمولة بالمصالحة وذكر خبراء أن الإعلان الكويتي تحدث عن جهود مثمرة وشكر التجاوب السعودي القطري ولكنه ما لم يتضمن خطة عمل وبنود محددة لا يمكن تسمية ما تم بالمصالحة وتجاهلت الإمارات رسميا الحديث عن أي اتفاق ولم ترد على بيان أمير الكويت ووزير خارجيته بخلاف السعودية وقطر في تأكيد على من فرضت به صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية الأسبوع الماضي بأن أبوظبي غير مشمولة بالمصالحة ولفت مراقبون إلى أن ابتعاد الإمارات عن هذا الاتفاق قد يشير إلى تباين في المواقف مع السعودية بدءا من اليمن بدعم أبوظبي للمجلس الانتقالي الانفصالي وهي سياسة مضادة للرياض بشكل واضح ورأى مراقبون أن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقدوم الديمقراطي جو بايدن أربك القيادة السعودية ودفعها إلى قبول التصالح مع قطر بعد تعنت لسنوات